طيب انت مين اللي شافك وانت صغير وقالك انت هتلعب في الفرقة دي وهتبقى حارس مارما ولا انت بتلعب في الفرقة زي ما انت بتقول ورجعت بعد كده وتقول لا ده انا عاوز العب جول كيبا مين المدرب اللي كان ليه بس مصورة فيه والله يا الله ارحمك المدرب عندنا في نادي يليوبلس اسمه كابتن جابر من المدربين المجتهدين اللي هو بيعشق كان نادي يليوبلس فلما وقفت جون بعد ما اصلت السنة 17 سنة تحت 17 سنة فوجئت ان في دوري القاهرة انت لقوا منتخب بمعرفة الكابتن نور الدالي كان ماسك منتخب مصر الله ارحمه ونعم الناس نعم الناس شخصيات مميزة ففوجئت ان في مصر البترول هو كان مصر البترول ومعادي طبعا كان رئيس مجلس الارتنادي الزمالك ايوه لا 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 من الشخصيات المحببة اليه كمان والناس كلها ففوجئت ان انا اختروني في منتخب مصر طيب وانت في المرحلة السنية الصغرى لعبت من انت قلتلي دخلت الكرة من 14 سنة لعبت مراحل سنية مختلفة كان فيه 15 وفيه 17 وديه السنة اللي هي مفرد وفيه سنة زوجي مين من اللعيبة الصغرى كنتلعب معاك وكنت تقول ان الناس ديه ممكن هتبقى تكسر الدنيا وتوصل الاهل وزمالك والكلام ده نشوف الزعيم بتاع الفرقة دي كان سنتر فرود مميز في النادي الاهلي كابتل علي منصور او المهندس علي منصور كان بنعب في هليوبلس هليوبلس طبعا الناس دي هليوبلس طلعت ناس كتيرة قوي جدا فعلي منصور ده انا يعني اتمنى انكم تقدروا تستضيفوا الان ده ما هو ما بيقعدش في مصر لا اما بييجي ده موسوعة رياضية يا جماعة مش معقولة لا ما هو كابتل علي منصور ده ده اهلاوة كمان ايه وبعدين منتخب مصر سكواش تينس دورات اولمبية كرة ماء سباحة يعني موسوعة رياضية وعندنا كمان الكابتل اسماعيل الشافعي اقمو اسماعيل كان مش شلة بتاعتنا بالتينس برضو اه احنا في معاه حلقة ان شاعر رحمن قريب او بعد سماعيل مش شخصيات اللي هو اوي اوي لا نادي لبلس كان خارج جدا بالنجوم بتوعه ما وطلع معانا مين مثلا اول واحد علي منصور هو اللي ادانا التوجه انه يروح نادي كبير اه وراه على طول كان عندك فصل بيبي بكريت فصل بيبي اه راح الاهلي طبعا وراه على طول كان متحط جدلة راح النادي الاهلي اه فدي المجموعة اللي هي راحة الاندي طب تقولينا كده على النجوم اللي كانوا موجودين معاك كده وانتشروا غير الاسمين انت قلتها فيه كان فيه نجوم تاني انتشرت وراحت على كل المعظم الاندي دول الصغيرين اللي هم جيل الابلية اه وجيل بتاعي اه وجيل الوراية على طول انما انت نادي اليوبلس كان بيعتبر النادي مفرخة للفرق الكبيرة فيه خارج جدالة خارج جدالة من الناس اللي راحة النادي الاهلي وعلي زور وعلي زور وشريف ماتكور ومميد وإحمد حسام ميدو وإحمد حسام ميدو فس مكانش في نادي اليوبلس كتير يعني آه آه مالحقش يلعب لانا كان بيلعب في وعلي فنادي النصر لان الله يرحمه والده حسام كان بيمر كل نادي النصر وبعدن ايجيه مراً نادي اليوبلس ايو ايو في الفطرة Solar ما لمثناش مع الجيل دة قلت صليح حسني صليح ما كانش في نادي اليوبلس كتير شريف دعمان كان في النادي هو علي زيور ناصر مذكور يعني هو شريف وعلي زيور اللي انطلقوا في اتجاه كويس واحمد صلاح حسني كمان واحمد صلاح نادي اليوبلس كان مفرخة محمد عبد الرقوف لا لا فيه أنا كلما افتكر الناس هقولها لا لا ناس جميلة انما يعني نادي اليوبلس هققت بطولات في المرحلة السنية الصغيرة مع الفرقة منطقة القاهرة لا كسبنا بطولات بيلي مثلا حاجات بسيطة انما الكورة ما افتكرش ان احنا كان ممكن نناطح اندية الكورة في مصر زي الاهلي وزمالك بس ما بتيجي تلعمتش مثلا ضد الاهلي او الزمالك بتلاقي ان هي دي فرصتك للتقلق انك تظهر عشان يعني ابقى موجود تعرض نفسك بمعنى والفرقة طبعا امكانياتها مش بنفس امكانيات الفرقة الكبيرة دي فكل الضغط بيبقى على حراسة المرمى انت اللي بتشيل الشيلة يعني بتشيل الشيلة وبتظهر في وسط الناس دي كلها فاول ما ظهرت في الفترة دي كان ابن عم والدي الله يرحمه قالي تعالى الزمالك هو كان شخصك قوي في الزمالك انت اهلاوة ولا زمالك انا قلتوله عايزة روح الزمالك كنت زمالكاوي فقلتوله عايزة روح الزمالك قالك يا عم زمالك مين ابتاع هليوب للسكة وسكينة حيمشى معنا ازاي ده فنسيني خالص لغاية لما جيت فرصة قابلت ناس من نادي الطيران ونادي الطيران كان لازق في نادي إليوبنس الصور بتاعه كان ملعب التدريب في نادي إليوبنس وكنت دخلت كلية الهندسة فوالدي الله يرحمه قال لي بص الكورة حاجة والهندسة حاجة لو حتقدر توافق بين الاتنين اتوكل على الله ما تقدرش شوف نادي يقدر يديلك سماحية انك انت تستمر في مجال مستقبلك اللي هي الهندسة فروحت نادي الطيران وعمل معسكر في مطار الدخيلة كان معسكرات قوية جدا وابتديت مع نادي الطيران يعني انت كنت شاطر في المدرسة ولا نص نص بأمانة كده لا كنت نص 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 لا لا والأسرة كان بدايك في النزول وانت رايح التدريب أحيانا ولا لا لا أبدا أبدا نهائي بيشجعوك لا بيشجعوني الرياضة كانت جزء أساسي طبعا في الأسرة يعني طبعا ما تقدرش تعمل خاصة أننا كنت في مدرسة الرياضة فيها أساسية مع زمان المدرس كانت لدي أسرة مدرس عارف يعني كنا في مدرسة كل نجوم مصري كلها كانت لديه ده معروفة مدرس اللغات الجزوية اللي هي العائلة المقلسة دي كنا عندنا فرق كرة قوية والمزل الصورة من الصور كانت الفرقة الوحيدة في مصر تلبس السود فروحت لها بصبيت كجون فرقة دي عشان تبقى مختلف أه أبقى مختلف فرقة دي كانت برضو المدرسة بتساعد طبعا وبتقدر يعني ما جي جواب مثلا وأنا في سنوية عامة من اتحاد الكور ويطلب ضمي للمنتخب بتاعت 17 سنة بتاعت 17 سنة فطبعا كانت مفاجأة في مدرسة تتخذت من هليوبلس منتخب بتاعت 17 سنة وانا 17 سنة ولا من نادي الطيران لا هليوبلس ودي كت مفاجأة أن واحد حارس مار ما يخدوه ويش بالزمالك ولا الأهل ولا الترسانة ولا فرقة كبيرة يخدوه من نادي هليوبلس طب أنت ما خدتهاش كده ريسكي بالنسبالك أن أنا من فرود هلعب جول كيبر يعني ما عرفش فكرت فيها إزاي هو ريسكي على الله مبدئيا إنما مبدئيا يعني أنا حسبتها أنا بحب أبقى مختلف في أمور كتير جدا في حياتي في إطار من الالتزام أن احنا تعلمنا في المدرسة وفي البيت وفي النادي أبيض والسود الرمادي ما كانش موجود في حياتي فأنا حسبت بقى إيه هو جن واحد حيبقى لابس لبسه مميز مختلف حيظهر أكتر فنقيت إن أنا أخش في خط حرة صينما أول ما لعبت بقى منتخب مصر ناشئين تحت 17 سنة رحت نادي الطيران نادي الطيران طيب مين اللي أعدك إعداد كويس أوه عشان تبقى جول كيبر كويس من المدربين فنادي الطيران فنادي الطيران وقتها الله يرحمه كابتر رفحة فنجيلي الله يرحمه كان على خلاف مع النادي الأهلي وهو كان بينتمي إلى القوات الجوية أيوة ونادي الطيران كان تباحهم كان تباحهم فكان كابتر رفحة بيجي يتمرن لوحده شوتينج على الجول وكان معاه مدرب الله يرحمه وكابتر حمزة عبد المولة طبعا تحت ترسانة ترسانة آه طبعا كابتر حمزة عبد المولة ده كان بيسايم يكون حط كرة برجلو بليسنج وكابتر رفحة الله يرحمه كبير ويمسك ده شيل ده بوم بوم وبعدين النادي الطيران كان متفهم إن أنا راجل في كلية الهندسة عندي محاضرات عندي ساكاشن كان يقولي الوقت اللي تبقى فاضي فيه بعيد عن التمرين ومش قادر تيجي التمرين تعال لوحدك كويس انت رح ترنى الطيران اتنا خدت الستغنى بتاعتك من النادي من هيوبلس للطيران آه آه خدتها بفلوس دفعوا فلوس ولا راحت كده ودي كده كان في زمان فلوس ما كانش فيه حاجة ولا طاقة متشيرتات ولا كور ولا الكلام خالص يعني يعني وافقوا على طول على طول طبعا هليوبلس والطيران ما هشوف الحاجة بقى الغريبة اللي تخليك ايه تتكلم فيها إن النادي هليوبلس نادي اجتماعي أصلا وفيه ألعاب وفيه هاندي بولد الوقت الألفي بسم الله ما شاء الله مكسر الدنيا وطرطول هناك وكرة الماء والسكواش والتنس وكله يعني كل نجوم من مصر والعالم لقيت في السكواش من نادي هليوبلس إنما تيجي للكرة ما عرفش مش عاوز يهتموا بالكرة ليه بص حضراتك نادي هليوبلس حسب سياسات مجلس الإدارة الحد الأدلى من العضوات الرياضية مطلوبة مش ممكن أنت تنافس الأندية اللي بتجيب لك براع من كل مستويات مصر عشان تنبغ في كرة القلم نادي هليوبلس نادرا ما جاب عضو رياضي في كرة القلم نصبور فبالتالي منافساته في حقوده الدرجة التالتة الدرجة التانية منتخبات فرق الناشئين ما تقدرش تصرف وتجيب عضوية رياضية في نادي اجتماعي بيسموه مميز إلى حد المه ويحافظ أيها بس هنا مش مانسي خلي بالك عشان نادي هليوبلس طلع منه نجوم كتير جدا مش هنقول بالصدفة لا ده يعني بسم الله ما شاء الله ولد ناسه مطربيين وفي مدارس وفي كل وتعليم ما فيش بعد كده انتم ليه ما نميشي كلام ده كله هي كانت حسابات مجالس الإدارة المختلفة بتعتبر نادي هليوبلس نادي اجتماعي قبل أن يكون رياضي صحيح أن اسمه نادي هليوبلس الرياضي لكن كان فيه إطار من مجالس الإدارة لأن الشروف تبقى ثلاث مرات عدو مجلس الإدارة فيه ايوة فأكد انت بتحافظ على ولاد النادي وبعدهن بتجيب الحد الأدنى من اللاعبين المميزين في بعض الألعاب اللي انت محتاج لها مش الكورة لأن مهما كان مش هتنافس في مستوى الكورة هل انت سمعت على نادي الجزيرة ولا نادي هليوبلس لا لا ونادي الصيد ولا المعادي ولا الصيد بينفسه في مراحل السنية الصغيرة إنما أول ما يكبره لما فيه ألعاب تانية بينفسه فيها بينفسه فيها هم المميزين فيها فبالتالي هم الكورة مش هي دي ترجت تح الهدف بتاع الترجت بتاع فيعني أنا بأعتقد أن المدرسة ونادي اليوبلس ونادي الطيران هم نادي البدايات طيب ولما وصلت بقى نادي الطيران يعني في الفترة اللي هي كان فيها مميز فيها كابتن رفعت موجود وكابتن حمزة يعني وجهوني واستفدت منهم وكنت ما بين مجموعة جميلة جدا من اللاعبين كابتن جلال النادي الله رحمه كان قائد سيرب هليكوبتر وكان كابتن ميمي درويش الله رحمه كابتن أحمد ماهر ميمي درويش الله رحمه كان مقاتل من شهداء 73 والله كابتن ميمي؟ آآ لولو درويش آآ كابتن لولو أخو ميمي آآ كابتن لولو درويش مصطفى درويش طب انت فاكر الجيل اللي كان بيلعب معاك في الفترة دي؟ طبعا محدش ينساه زي؟ كان أحمد ماهر الله رحمه آآ اللي هو الأخطبوت آآ اسم الحركة بتاعه كان دومة اللي كان كترسه ونشفة وكان جلال النادي بكريت وإعصام طايل وحسام الصرافي نادي التهران كمان جاب النجوم كبيرة كابتن رفاعي كابتن حسين العقر اللي لما جم آآ طبعا يعني كان فرقة أسامي حلوة وجميلة كان فلما ابتدت بقى في نادي التهران أظهر لعيبت تحت 17 سنة تحت 17 ولعيبت منتخب مصر تحت 17 سنة لا منتخب مصر وأنا تحت 18 سنة 18 سنة كنت بنادي التهران وخدوني منتخب مصر وأنا 18 سنة مين كان مدرب المنتخب ساعته؟ البدايات كان واحد اسمه كابوتشي مجري 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 كان موجود أنا موجود هم أنا كابوتشي المجري آآ ابن عمك أزودك مزود على طول فكان كابوتشي موجود كمدرب منتخب وكان بعد كده بعد كده عد علينا بابي بتاع الألماني ألماني كان مع الكرامر ألماني مع كرامر كان بابي وبعدين بعد كابتنجندي طبعا تولانا كابتنجندي في المرحلة دي وذكرتنا مين 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 اللي